أسألة مهمة موتنا نحن شيء وموت المعصومين عليهم الصلاة والسلام شيء آخر موت المعصومين ليس كموتنا إحنا لما نموت ننقطع عن الدنيا لا نتمكن من استعادة هذا اللباس الذي هو لباس البدن لأنه الموت شنو هو في الواقع خلع لباس خلع لباس البدن هذا هو الموت وإلا الروح باقية الروح موجودة وتنتقل إلى عالم آخر هذا هو الموت الموت ليس عدما مو عدم مثل ما يتصور بعض الناس أو كما يتصور بعض الفلاسفة مثلا لا الموت في الإسلام هو انتقال من حالة إلى حالة يخلع لباس البدن البدن يموت والروح ماذا تبقى ثم في يوم الحشر ماذا حتى هذا البدن ماذا اللباس هذا مرة أخرى الإنسان يلبسه يرجع مرة أخرى ويحشر المعصومين عليه السلام حين يموتون لا يموتون كما نحن نموت بمعنى أنهم حين يخلعون هذا اللباس فإن بقدرتهم بإذن الله تبارك وتعالى أن يرتدوه مرة أخرى متى ما شاء ومتى مقتضت المصلحة الدينية ذلك فيعودوا إلى الحياة من جديد المهم أن تفهم هذا الشيء كمقدمة حتى ندخل في الشواهد على ذلك لاحظوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة ماذا يقول لما يصف عترة النبي صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله خذوها المعلومة عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت إحنا أهل البيت يموت من مات منا وليس بميت مو مثل مات وتتصورون يا أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال ما يبلى جسده أبدا نعم نحن نموت على نحو قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ولكن ليس موتا كموتكم لا نحن معكم نحضر مجالسكم نشهد عليكم نشفع لكم نتدخل في كثير من الأمور ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله حيا باقيا له أن يتنقل في ملكوت السماوات والأرض كما يشاء كما يشاء يعني تارة يكون عند العرش تارة يكون في السماء السابعة السادسة الخامسة وهكذا يهبط إلى الأرض يروح لمجرات أخرى يروح لكواكب أخرى كل هذا تحت تصرفه وسلطانه بإذن الله تبارك وتعالى زين حين يرتأي أو يريد استعادة البدن استعادة هذا اللباس البدني فيعود حيا كما كان له ذلك أم لا أيضا له ذلك حصل هذا أم لم يحصل نعم حصل نعم حصل ذلك نضرب بعضا من الشواهد أو شاهدا مهما لأن الأحاديث فيه طويلة وتحتاج إلى بيان لاحظوا مثلا في الكافي الشريف بسند الكلين عليه الرحمة عن فضيل ابن سكرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي قلت للإمام الصادق صلوات الله عليه جعلت في داك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود لما يقع تغسيل الميت هل الماء له حد محدود قدر معين يجب أن لا نتجاوزه أم ماذا قال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا مت فاستقي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني الإمام بيّن الحكم بيّن أنه إذا تريد أن تعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا هو المسنون ست قرب مقدار ماء ست قرب تغسل به بدن الميت لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كذا أمر وصيّه عليا صلى الله عليه بأن يستقي ست قرب ماء من بئر غرس هذا كانت بئر في المدينة المنورة اسمها بئر غرس ورويت بعض الآثار في أنها بئر من الجنة شيء من هذا المضمون موجود على آية حال الإمام عليه السلام بعد بيانه لهذا الحكم فإنه استرسل وبين أمرا مدحشا وعجيبا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا مت فاستقي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بجوامع كفني وأجلسني ثم سلني يعني اسألني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقولها صراحة لعلي عليه السلام ويحكيها الإمام الصادق عليه السلام كذلك بهذه الصراحة مع أنه ربما بعض من العقول لا تحتمل إشلون رسول الله يكون ميت ويقول له أنت غسلني وكفني بعدين قعدني وإسألني وأنا رح أجيبك عن كل المساء وقد مات حسب المفروض ما معنى هذا يموت ميتنا وليس بميت إنه يموت من مات منا في نهج البلاغة إنه يموت من مات منا وليس بميت لا إذا يريد ينطق ينطق إذا يريد يستعيد هذا البدن يستعيده في أي لحظة رواية أخرى أيضا في هذا الشأن وأيضا هي في الكاف الشريف بسنده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموت دخل عليه علي عليه السلام فأدخل رأسه ثم قال يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني وسلني واكتب أجلسني وأكتب عني وبالفعل الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه يقول في إثبات الهدات يقول أنه بالفعل الأمير المؤمنين عليه السلام أجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بعد تخسيله وتكفينه وبدأ يسأله عن مسائل كثيرة وأبواب كثيرة وكتب ذلك كل هذا بعد ماذا ما يفترض أنه وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي يفسر بماذا كان علي مشغولا لأنه لقائل أن يقول مسألة التغسيل والتكفين والتحنيط هذه لا تطول أكثر من ساعة لماذا طالت ثلاثة أيام وأنتو خابصين تقولون أنه كان مجغول برسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أيام في تجهيسه وتغسيله وتكفينه وهو الشكل وهؤلاء استغلوا هذه الغيبة من علي عليه السلام واقتنصوا الخلافة ليش الثلاثة أيام لا يا أخي الثلاثة أيام لأن علي عليه السلام انشغل فيها بهذا تدوين العلوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتابه بعد إعلان شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد إعلانها أصلا أجهسه وكان يتحدث معه النصارى يحاولون الاستطالة علينا بما يتوهمونه مما يسمى قيامة المسيح عليه السلام أنه بعد مقتله أو صلبه ماذا دفن ثلاثة أيام ثم قام من جديد وشاهدوه يرجع إلى الحياة فهذا صار الله خلص وبعدين ارتفع إلى السماء وصنع عندهم إلى العيد القيامة موشكل ويقولون قام يوم الأحد ولذلك يوم الأحد عطلة رسمية في هذه البلاد نحن نقول إذا كان وهو لم يصح طبعا هو ما صلب ولا دفن حتى يقوم بعد ذلك هو ارتفع منذ البداية ولكن نقول إن صح ذلك فهذا دون بكثير ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان نبيكم يقوم بعد الموت ويتكلم فإحنا نبينا لا هم كان يتكلم بعد الموت وأسرار العلوم كان يبثها إلى علي عليه السلام وهو إلى الآن لم يدفن زين سيأتينا كذلك أنه حتى بعد الدفن حتى بعد الدفن رسول الله صلى الله عليه وآله قام إنجاز التعبير نستخدم شوية تعابيرهم حتى بس يفتهمون إحنا شنو نقصد أيضا قام وشاهده بعض المنافقين وحجهم هو بشخصه ببدنه بعينه ومثل رعبا هذا الشيء لزمرة المنافق فرسول الله مميت أي شيء تفخر به للأنبياء السابقين من معاجز من كرامات تجد أضعافه عند نبينا صلى الله عليه وآله ذات مرة جاء واحد من أهل الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام مهمها الشكل أراد الاستطالة عليه وعلى أهل الإسلام أنه عيسى المسيح أحيى الموتى أنتو نبيكم شنو سوى أحيى الموتى فأمير المؤمنين عليه السلام قال له ما مضمونة في الأحاديث الشريفة راجعوا أنه يعني نبينا مو بس أحيى الموتى أحيى الجماد أيضا الجمادات أحياها جاء بحصيات في كفه وجعلها تسبح أحيى الحجر الحجر الحصيات نفسه وقال له إذا تقصد هم موتى البشر هم أجيب لك قصة معروفة أنه ذات مرة جاء إلى تحداه المشركون وأحيا لهم بعضا من أسلافهم واستنطقهم وتكلموا معه أخرجهم من قبورهم وأحياهم وغيرهم 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 وحوادث كثيرة ولكن مع الأسف مجهولة لأنه الفرق المنحرفة فرقة أهل البدعة ماذا تصر على أنه النبي ما كان عندك معاجز معجزته فقط القرآن بالكثير بالكثير شق القمر أكثر من هذا ماكو بعد مو أنه أبرأ الأكمه والأبراص وأحيا الموتى وأنه فعل ما فعل من المعاجز التي هي عندنا وما روية عن طرق أئمتنا عليهم السلام بالمئات بالمئات معاجز رسول الله بالمئات مروية ومدونة عندنا راجعوا أنتم مدينة المعاجز موسوعة مدينة المعاجز للعلامة هاشم البحراني راجعوا الثاقبة في المناقب لابن حمزة الطوسي راجعوا إثبات الهدات للحر العاملي وغيرها من الكتب التي دونت هذه المعاجز الشريفة كثيرة هي ولكن مجهول القدر نبي ناصر الله عليه وعلي إلى هذه اللحظة غير معروف غير معروف المسلمين ما يعرفونه ما يعرفون سيرته ما يعرفون تاريخه ما يعرفون شيء فكيف بغير المسلمين زين إذن هذا موقف يدلنا على ماذا على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مات وليس بميت فالذي يقول فإن محمدا مات ويقصد الموت على الإطلاق والموت الذي يعرض على سائر البشر هذا يكون ماذا على أقل تقدير متوهما لا من قال لك مات أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله كلا ما مات حتى بعد تغسيله وتكفينه كان يتكلم أمه كان يتكلم فقط كان يسأل ويجيب يعني في وعيه وكان يلقي إلى علي عليه السلام ماذا الأحكام والعلوم المختلفة موسيقى موسيقى suspended موسيقى 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 شكرا